كشف النقاب عن ما هي الأهداف السبعة عشر التي تندرج تحت قائمة الخطة الجديدة والطموحة لركائز التنمية المستدامة التي وفقت عليها 139 دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة حيث ستكون هذه الخطة نقطة انطلاق لعمل المجتمع الدولي والحكومات الوطنية لتعزيز تقاسم الرخاء والرفاء على مدى الخمسة عشر عاما المقبلة جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مركز الأمم المتحدة للإعلام لبلدان الخليج العربي بالتعاون مع وزارتي الخارجية والتنمية الاجتماعية وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي الذي أكد فيه المتحدثون عظم الأهداف التي يحملها مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المزمع عقده بين الخامس والعشرين والسبع والعشرين من هذا الشهر في نيويورك منوهينا في الوقت عين زخم مضمون الأجندات التنموية المطروحة والتي مشانها دعوة دول العالم الفقيرة والغنية ومتوسطة الدخل دعوتها إلى اتباع أفضل الممارسات الهادفة إلى القضاء على جذور الفقر كيفما حلت من خلال السير جنبا إلى جنب مع خطة تتبنى النمو الاقتصادي والشمول الاجتماعي وحماية البيئة إن أهمية هذا المنتدى تنبع من المحاور التي يبحثها وهي الأهداف الدولية للتنمية المستدامة وأهداف الألفية للأعوام الخمسة عشر القادمة إن البحرين قد حققت أهداف الألفية في عدة مجالات خصوصا الصحية منها والتعليمية كما هو سيبحث المنتدى المعوقات التي تقف في وجه تحقيق التنمية المستدامة في الكثير من دول المنطقة خصوصا فيما يتعلق بعدم الاستقرار والتقلبات السياسية والأمنية مملكة البحرين منذ سنوات وليست لهذه الفترة كانت تستعد وتتأهب لهذه القمة لأن هناك ستكون أهداف جديدة الأهداف السباط عشر التي سيتم إطلاقها وعملت المملكة من خلال سواء وزارة الخارجية أو وزارة التنمية منذ سنوات في العملية التفاوضية مع شقائها العرب في تحديد هذه الأهداف أهداف التنمية المستدامة بعد عام 2015 تأتي لتحقيق ما لم يتم تحقيقه في السابق ولله الحمد في مملكة البحرين بقيادة الحكومة الرشيدة وتوجيهات سيد صاحب الجلال المفدى ودعم وزارة سموري العهد استطاعت مملكة البحرين أن تحقق أهداف الألفية والحمد لله البنى التحتية التي بنتها الحكومة في العقود الماضية ساهمت وبإقتدار في تنفيذ أهداف الألفية وإذا نظرنا إلى السبعة عشر هدفاً لما بعد 2015 نجد أن مملكة البحرين حققت جزء كبير من هذه الأهداف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر